خلينا نروح لأستاذ جمال للنهاردة النادل آلي ستطاع أن يفوز على بيرامدز 3-0 أنا أخذ رأي حضراتكم في هذا الأمر في هذه المباراة المهمة في هذا التوقيت شوفوا أهم حاجة بجد يعني أنه الشحن اللي كان موجود قبل المباراة شيء غريب جدا يعني أنا بأعتقد أن يعني اعتراض بيرامدز من البداية على نقل المباراة من ملعب لملعب بيدل على حاجة غريبة جدا أنه الناس حتى ما بقيتش تقرأ اللوايح يعني أنت مشارك في مسابقة تبقى عارف قبل ما تطلع تعطارد وتشتكي تشوف الليحة بتقول إيه هل من حق المنافس أنه يعمل هذا الكلام ويمكن طلع سيد أحمد دياب أعلن صراحة وأعلن الجزء اللي في الليحة برضو أنا حاسس أن فيها غل شوية مش غل الكورة أصلا فيه غل اللي احنا بنطالب به أنه يبقى فيه غل كاروي يعني الناس تلعب وتتنافس وتتعب والكلام ده كله إنما أنت من البداية كإدارة أنا معلش مع كل الاحترام لكن اللي حصل فيه غل جديد جدا أول حاجة معترضة على نقل المباراة مع أنه ده من حق النادي الآخر ولم يعترض هو أبدا اندهاشه يعني إيه أبدا ما هو أبدا أنا بقول حراك الكلمة مكتوبة زي هو أبدا اندهاشه وفي الآخر قالك الأهلي حبيبنا وما فيش مشكلة والعلاقات جيدة ده اللي أنا أقصده بقى أنت قبل ما تقول الكلام ده تبقى قاري الليحة يعني يا فندم الإداريين يعني أبسط شرط في شغل الإداري إنه هو بيبقى عارف هو بيقول إيه إداري الفريق حتى قبل أنا معترض أبقى فاهم الليحة بتقول إيه عشان أعترض عن حق لكن مجرد ما أنا أقول إن أنا اندهاشت طيب يا سيدي متشكرين قوي على الدهشة آه والله حاجة غريبة جدا أوكي كل واحد لا كل واحد يحفز فريقه ويحفز طموح فريقه من وجهة نظر طيب وطلبوا حكم أجنبي وجه الحكم الأجنبي اللي هو حكم كأس العالم نهاي كأس العالم صحيح البولاندي حلو ده كله من حقك بس الشحن ده كله ما كانش له أي داعي يعني المباراة مباراة الأهلي كمان يعني لو حد من حقه إنه يجيب حكام أجانب لا الفريقين بيبقى ليهم الحق يعني ماشي اللهم هتدفع خلاص هي الفكرة إيه الغل ده أنا ما بحبوش ده اللي بيخلي خلينا نتكلم أو نضع الأمور برضو علشان الموضوع غل ومغل دي حاجة تخصهم تمام لكن أنا بتكلم في إنهم خلاص هم ما شايفين والله تخصيني أنا كمشاهد أوكي أنا كمشاهد برضو كابتن إسلام لما لاقي الأجواء كده طب يعني إيه فيه إيه يعني منت لعب قبل كده عشر مباراة ما حصلش إن انت لا اشتردت حاجة ولا طلبت حاجة فهم قصلي خالص واتغلبته وغلبته الموضوع بسيط يعني يعني إذا كان عندك القدرة إن انت تكسب هتكسب ما عندك شي خلاص يعني أي أعمال أخرى أو أفعال أخرى مش هتأثر نيجي للمباراة نفسها بقى أعتقد نادي الأهلي النهاردة حقق من هذه المباراة كل ما يريده يعني سيبك من مسألة الرقم الغريب اللي بيتقال على طول الاستحواز الاستحواز ده انت ممكن تبقى مسيطر على المباراة طريقة لعب يعني إيه يعني أنا مرة هذكر حضرتك بحاجة وأكيد حضرتك وفاكرين حضرتك تفتكر المباراة الأهلي والزمالك سنة 2006 وست حقق ما أتذكر ستة أو سبعة مش فكر تحديدا يعني هذه المباراة نادي الأهلي كان فايز على نادي الزمالك في كل المباراة السابقة تمام فجأة لقينا منويل جوزي بيعمل إيه هذا المدرب الأسطوري العبقاري عمل إيه قال لك يا جماعة نادي الأهلي كنا واخدين إيه أول ما كنت تتسنتر وتتلعب ترجع لنكناش بناخد إحنا للعب للبداية كنا بنسيب البداية للفرق التانية دايما ليه عشان يباصي ويرجحها وراء وتقوم انت ضغط عليه دي كانت طريقة اللعب اللي احنا بنلعب به أيها صح خلاص ففجئنا لقينا بيقولك إيه أول ما كنت تعمل كده ارجع على نص ملعبك أقف على نص ملعبك فكلنا استغربنا لا هي فعلا فكرة هي فكرة قد تكون وجهة نظر لأنه الماتش ده احنا كسبنات 2-0 وقال لك إيه قال لك حنبتدي نجمع اللعب وشوقي ياخدها أو ابتريكا ياخدها وكان اللعب علي أنا تحديدا الشوت الأولاني كان اللعب علي أنا تحديدا إن هو وبركات كان بيلعب قدامي إن بركات يخش الجوه فياخد طريق السايد فيفضل حتة دي تجيلي أعمل وبرجبناك وننكد أيها صح فأصبح الطريقة اللعبنا كده لما غير طريقة اللعب للشوت التاني للطريقة العادية ونزل اتنين راس حربة ما عملناش الشوت التاني كويس خلاص معينة دي بكاتش طريقة اللعب فهي طريقة لعب صح بيحطها مرسل كولر عشان إيه عشان يكسب مش عشان يبسط الناس لا لا طبعا هو الهدف من المباراة إن هو يكسب مش إن هو يبسط حد صحيح يعني الجمهور لا ما هو لو كسب الناس كلها هتبسط بالضبط كده يعني اللي يكسب هو اللي هتبسط صحيح مش حاجة تاني يعني فنقول حتى إنه المباريات السابقة الأهلي فقد نقاط رغم إنه كان الأكثر استحوازاً والأكثر وجوماً ومحاولة على المرمى صحيح ومع ذلك خسر بس حتى مع الطريقة يا سيد جمال وقطعاً لكلامك مع هالأرقام يا كابتن اسلام بتقولك إن الأهلي يعني الطريقة اللي الناس بتتكلم عليه وانا اللي شفته مثلاً في أغلب الأستاذ التحديد إنه يقولك إن الأهلي كان بيلجأ للجزء الدفاعي طب الأرقام بتقول إن الأهلي ليه خمستاشر محاولة على القون بنسبة واحد وتمانية من عشر نسب فرص محققة محابل كام تمانية لبرامدس بنسبة واحد وسبعة من عشر أهداف محققة طب صناعة فرص أربع داشر لسبعة بس هو إنه أستاذ جمال بيكلم عن الاستحواز استحواز سلبي أنا بكلم عن الاستحواز مش عالا استحواز سلبي خلي بالك هناك فرق كبير بالضبط طبعاً مهكبتن أنت ممكن جزء كان بيعمل إيه خليه استحوز قدامك حتى كان ليه كلمة شهيرة يقول لك خليه بيلعب قدامك لا لا ده هدي الماتش ده الوحيد العمل فيه كده بقيت الماتشات لقى كنت بتضغط أيوه كان فيه مدربين طريقة لعبة في النغو عايزة تطبقها وكسبت بيه بالضبط فهي لغة الأرقام بتقولك هو كان عاستحواز سلبي والاستحواز مش كبير 52-48 حاجة زي كان برضو الاستحواز مش فرق كبير لكن الأرقام بتقول ان انت الأكثر صناعة على الأهداف انت الأكثر فرص انت الأكثر في كل حتى في الاتحامات تمام في الفرص في كل حاجة بس فيه نقطة كان الأستاذ جمال تتكلم عليها حتى بعيدا عن البان اللي هم طلعوه الكلام ده كله أنا أسفى كابتن أن أنا هقول الكلام ده والله يعني يعذرني بس والكلام ده يعني أنا كصحف في الأول قولي الأول وانا بضال أنا مش متفهم إزاي لعب أو اتنين إن انت كنت كابتن كبير يا كابتن لعب لو فيه لعب يلعب عليك كان أعلى منك إزاي انت بتلعب اللعب يعني درت بلاي عشان طلعه بره الملعب خالص يعني عمري ما قابت درت بلاي بجد وعمري النهاردة كريم فؤاد على عبدالله السعيد هو أعلى أربع مرات لحد الفتر لعب الدربة اللعبها عبدالله السعيد لكريم فؤاد دي اسمه هدرت بلاي ملهاش معنى تاني خالص اللعب تلعب بره المطش تماماً لأن كان متفوق عليك لحد ما إنت ادته لعبة دي لعبة واحد بقى بقى له سوعة وثلاثين سنة تبتخلص على واحد خلصت على واحد طلعت بره المطش الناس هتقولك دي ممكن لعبة اعتراضية لا ده مش لعبة مش لعبة اللعبة دي تكررت من رمضان صبحي في نهاية المباراة مع إيسر إبراهيم لأن إيسر إبراهيم كان متفوق على رمضان صبحي في الدهاء 47 أو 48 دخل دخل برضو في إيسر إبراهيم نفس الموضوع أنت جاي من أسيوت أو من أسيوت دلوقتي بالقطر ما شفتش الانترو لو كنت شفت الانترو أنا قلت نفس الكلام أنا معلش شك بتنسل قطرك صراحة كان نظيف طيب الحمد لله أنا كنت قاعد مستمتع أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة كمل كمل أسيطها فأنا مش متفاهم لحد دلوقتي أنت هتقولي البيان بتاع الإدارة والكابتن هاني سعيد حاكم تحكيم طب هو حتى الحاكم اللي كان نها كسر عام ما لهوش أخطاء لا ليه أخطاء هي دي واحدة منهم تمام بتاعت بتاعت حاكم البر اللي قاعد برا إزاي في الكرة زي بتاعت عبدالله السعيد دي ما ينبهوش يقوله تعالى ممكن الحاكم تكون لا بتاعت رمضان كمان اللي اتنين بتاع رمضان مع معلول ومع ياسر جميل ممكن يكون الحاكم تمام وهو ده جزء من خطأ للحاكم المساعد لنطاق ده دقم كامل صحيح حاكم الفيديو ما نبهوش للوقعتين دول وأنا وجهة نظري وقعت كريم فؤاد دي أخطر بكتير جدا لأن الكرة واضحة وضوح الشمس للإعادة فيها غل غير عادي ده الغل بقى أنا شام الناس دي كان بتلعب في نادي الأهل ازاي يعني أنا لحد دوقتي مش متفاهم أنت كنت في نادي الأهل ازاي وين المشكلة بالنسبالكم عن نادي الأهل أنتو مش مشيتوا اخترت طريقكم ما تخليكم في طريقكم ما هو أنت لعبته وكسبت للأهل وجبت جون يعني الموضوع مقاما إحنا بناخده رياضة إحنا بناخدهش حاجة تانية إحنا بناخده رياضة يا كابتن ما فيه مطشرة قريبة إحنا بناخده رياضة بس فيه ناس بخدغل ما هو ده اللي أنا بتكلم حاجتك عليه إن إنت لو إنت بتطالب بحقك خد حقك يا سيدي وبعد كده أنا بقول لك بعد ذنك يا كابتن أنا هنا بتكلم كسحة دون أزل يعني على مسؤوليتك الشخصية كابتن هاني سعيد إنت مشكلتك في حياتك كلها إن أنت رجل سبت النادي وهربت فالنادي لك مش ترجع تاني فحاطت في حياتك كل دماغك كلها من ساعة ما روحت النادي الأهل النادي الأهل النادي الأهل النادي الأهل وكابتن هاني سعيد بيشتغل في البرامدس صح؟ آه مدير رياضة النادي برامدس أو المسامة اللي يقول عليه كده تمام فإنت يا كابتن هاني مشكلتك إن أنت هربت زمان النادي الأهلك ما ترجعش فعندك عقدة نفسية اسمها النادي الأهلي بتقعد تتنطط على الخط دي النهاردة أنا مشفتش منظر يعني في مطش قبل كده أنا هانس عدة أنا موندهش منه وبعا كانت تتكلم على الحاكم ده الحاكم النهاردة اللي طلط أخطاء مؤسرة ضد النادي الأهلي وأتكلم عن الحاكم؟ لا يعني كان بيشور بيعترض فيه لقطة كده على الخط بيعترض على الحاكم تعترض على الحاكم أي ده الحاكم بيش participating اللي جايبين وكمان. يعني. بغض النظر عمين اللي جايب بس الحاكم النهاردة انت لك اه مخلي بالك لك واحدة برضو تحت محمد شريف دي انا بشوفها اكل الجزاء يعني. فيه اخطاء. ممكن يقولك قريبة ولا حاجة لك ان انا شير فرق. ده الكرة لابست اليد. ركل الجزاء واضحة. مفيش حاجة اسمها اه 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 صنعت فرصة. صحيح. انا مش متفاهم. دي واحدة من قلت علي معلول اه اه ياسر ابراهيم. وعلي معلول يا دي وانت عايز تطبق القانون. ده فيه كرة تاني على دونجا. واخد نظار. لما ضرب اللاعب ضربه. في احتكاك على الخط. بعدهم عشر دقايق دخل فيه لعب الاهلي. كان المفروض دي انظار لخد فانظار وانظار تاني. كان فيه لعبة لدونجا. فانت بتتكلم بتتعترض كابتن هنسا عيد من برد. طب انت عندك مشكلة مع النادي الاهلي. ان انت مشيت هربت. روحت ايطالي يا زمان. فانت الاهلاء عايز ترجع الاهلاء كان اللي بيهرب. ما عندي ما يرجعش. هتفضل طلع امرها عودت كنادي الاهلي. يا جماعة انا مش متفاهم والله العظيم. انا متفاهم مثلا ان انا في يوم الايام مثلا كنت في مكان. ما حصلش نصيبه ومشيت. انساه. بسلبياته بإيجابياته. لكن عبدالله السعيد النهاردة درت بليه حرفيا. انت كنت ممكن تبطل لعب كرة مدى الحياة. لا انت واسخ من الكلام ده. اصلو كلام برضو خلي بالك صعب جدا. انت مشوفتش الكرة يا كابتن. الكرة عداك. هو تفوق عليك يا كابتن. هو فيه. اصلو. ده احساس. انا ليه بقول حدوطك. بيراميدز لعب كم مباراة قبل المماراة. عشر. عشر ماتشات. انت سمعت عن اي طلبات لبيراميدز قبل الماتش. قبل الماتشات دي. خالص. ولا الهوة. وبيلعب وبيتغلب وبيتغلب وبيتعادل. ده ماتش هو الزمالك يا كابتن ديربي على المركز التاني. لان الوقتها كان الاهلي متصدر. لما هو بيلعب الزمالك. انتو اتنين بتنفسوا على المركز التاني. ما طلبش حكم على جانب.